بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك نتحدث فيها عن حديث من جوامع كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيراً يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم وفي رواية من خزلهم حتى يأتي أمر الله هذا الحديث الشريف هو مما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ويبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأحكام يبين أولاً أن التفقه في الدين إنما هو فضل من الله ودليل على الخيرية لمن كتب له التفقه من يرد الله به خيراً يفقه في الدين من أرشده الله سبحانه وتعالى إلى فهم الأحكام وأرشده إلى فهم السنن وأرشده إلى العلم الذي يقوده إلى الخير فهو من من أراد الله بهم خيراً وإنما أنا قاسم والله يعطي وهذه العبارة تعني لها مدلولات متعددة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يقسم الغنائم هذه القسمة إنما هي عن وحي من الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي لنبيه بكيفية هذه القسمة لأن بعض الناس اختلفوا في قسمة الغنائم وفي قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم فبين اللهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك من جملة الوحي وأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر للنبي بذلك كما قال جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي لا يتصرف بإرادته وبحكمه لكنه يقسم بينهم بأمر الله ومن العلماء من فصر هذه العبارة بتفسير آخر وهي أن القسم هنا إنما هو قسم في الفهم عن الله وقسم في معرفة أحكام الله وذلك منسجم مع صدر الحديث وهو إرادة الفقه ومعرفة الفقه وخيرية المتعلم للفقه والفقه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم يعني أنني يعني أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بين الصحابة الكرام بكلام الله ويتكلم بالهدي والله عز وجل هو الذي يفتح على كل من يسمعه بما أراد الله أن يفتح عليه والله هو الذي يعطي الفتح والله هو الذي يعطي الفهم والله هو الذي يعطي الفقه والله هو الذي يعطي الرضا والله هو الذي يعطي المعاني الخيرية التي تبث في قلب المسلم وهنا يتفاضل الناس بين يدي الله فمن الناس من يأخذ حظا وفيرا من الهدي والدلالة على الله والإرشاد إلى ما يرضيه ومن الناس من يقل حظه من ذلك وذلك عطاء إلهي هو نوع من أنواع الرزق الخفي فالرزق ليس مالا ولا صحة ولا ولدا ولا زوجة فقط لكن الرزق يكون في المعاني الباطنية التي يفيد الله سبحانه وتعالى بها على قلوب عباده فيتفاضلون بين يديه ويتقربون بذلك إليه ويكونون محلا لعطائه ومصدرا لإشعاع النور في الناس كل من ملأ الله سبحانه وتعالى قلبه بالهدى والنور فإنه يشع بذلك على الناس ويبوح بما فتح الله عليه من المعاني والأسرار والفوائد والفضائل فيعلمها خلق الله ويكون هذا من قسم الله وإنما أنا قاسم والله يعطي ثم يختم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الجامع بقوله ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم وفي رواية من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهذا وعد رباني يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي عن ربه أن أمته ستظل قائمة ستظل فيها فرقة قائمة سيظل فيها مجموعة قائمة بأمر الله على الحق حتى يأتي يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خزلهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بنور كلام سيدنا رسول الله ونسأله جل في علاه أن يفيض على قلوبنا بالمعاني التي هي من فضله وفيضه وجوده وكرمه وأن يجعلنا محلا لرضاه وأن يجعلنا محلا لأسراره وأن يجعلنا محلا لما يقربنا إليه وما يقرب عباده إليه وما يفيد خلقه ويدلهم عليه نسأله سبحانه أن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته وأن ينشر علينا رحمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة